اشتركوا في القناة مساعي الوزارة لتعزيز متابعة كافة مستجدات القطاع الصناعي خلال الزيارة اكد وزير الصناعة والتجارة اعتزاز مملكة البحرين بتنامي المشاريع الاستثمارية والمصانع العالمية التي تتخذ من المملكة مقرا رئيسيا لأعمالها منوها بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة بناء على الرؤى والاستراتيجيات الهدفة لتعزيز موقع المملكة الاستثماري كبوابة للأعمال في المنطقة وأوضح سعادته سعي العديد من المشروعات لمواكبة استراتيجية قطاع الصناع 2022-2026 والتي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي إلى جنب أنها ترتكز على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة بحث عدد من المسؤولين والمختصين والخبراء في مجالات ريادة الأعمال والاستثمار خلال المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار في نسخته الخامسة بحثوا خلال الجلسات الحوارية التي عقدت في اليوم الثاني من المنتدى دور ريادة الأعمال والابتكار في تحقيق الأهداف التنموية وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات الأسواق فضلا عن آليات استغلال الفرص التجارية من خلال إنشاء مشاريع جديدة أو توسيع المشاريع القائمة كما تطرقت الجلسات إلى أهمية تنسيق الجهات الحكومية المعنية مع القطاع الخاص لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات وركزت الجلسات على همية ترسيخ التكنولوجيا الزراعية في الأمن الغذائي ودور العلم والتكنولوجيا في تحقيق الأمن الغذائي هذا وعقد المنتدى مؤخرا بتنظيم مشترك من قبل مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو في مملكة البحرين وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لجماعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية وعدد من المؤسسات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين والآن نترككم معادة لأسواق المالية الخليجية احتفل مؤخراً خليج البحرين لتكنولوجيا المالية بالذكرى السادسة لتأسيسه والذي جاء بهدف دعم وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في مملكة البحرين وبهذه المناسبة أكد السيد بدر ساتر الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية سعيهم المستمر بتمكين مستقبل التكنولوجيا المالية في البحرين عبر تطوير المواهب من خلال شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية وذلك عبر تقديم برامج تعليمية متميزة وأضاف أنه خلال هذا العام سيطلقون أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التزامهم بتطوير الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة كما وقال إنهم أصبحوا فرعا لشركة بنفت الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في البحرين وهو ما عزز التزامهم بدفع الابتكار لصالح المملكة هذا ويعتبر خليج البحرين لتكنولوجيا المالية موطنا لعدة شركات تكنولوجيا مالية محلية ودولية مختصة في عدة مجالات مثل العملات المشفرة والبنوك المفتوحة والتمويل الصغير وغيره الكثير تجاوزت أصول شركة إنفرا كورب ثلاثة مليارات دولار مما يجعلها ضمن اللاعبين الكبار في السوق التطوير العقارية بمنطقة الشرق الأوسط السيد مجد الخان الرئيس التنفيذي لشركة إنفرا كورب يكشف التفاصيل تجاوز تقريبا 1.2 مليار دولار ولكن الأصول المدارة تتعدل ثلاثة مليار دولار المشروع المعروفين فيه خصوصا في المنطقة هو مشروع البحرين هاربر الذي قدرنا فيه يمكن أن نحقق رؤيتنا الأساسية نحن خذنا المشروع من مشروع عقاري إلى مشروع متكامل يدعم عدة قطاعات ليس القطاع العقاري فقط القطاع العقاري والقطاع السياحي والقطاع حتى الترفيهي فالبحرين هاربر تقريبا بإجمال قيمة تجاوز المليار و 200 مليون دولار تم الانتهاء من تقريبا الأجزاء الرئيسية فيه اللي هم المكونين الأساسيين الهاربر رو والهاربر هايت والحمد لله خلقنا يمكن نقلة نوعية للتطوير العقاري في البحرين فيه أننا قدرنا غير السكن أو الشيء حتى الفرص السكنية والاستثمارية اللي طرحت فيه تعتبر مختلفة بالنسبة للبحرين عندنا الشقاق للبيع عندنا الشقاق المدارع عندنا الشقاق اللي راح تدار من علامات تجارية عالمية عندنا المحلات التجارية اللي قدرنا نخلق يمكن سياحي جديد في البحرين خصوصا بالتعاون مع الأسماء اللي جبناها واللي إنها تتخذ البحرين هاربر كموقع لإنطلاق عملياتها في البحرين يعني قدرنا قد ما نقدر كنا نجيب أسامة جديدة على السوق البحريني وإننا نحن بيبوزيشن البحرين هاربر مثل مثلا المناطق الرئيسية في المنطقة أو في العالم مثلا نقدر نقارن بالDIFC في دبي ولا في ميفير في لندن واللي يعطينا مصداقية أن أسماء مثل هذه اتفقت أن مشروع البحرين هاربر أفضل محل لدخولهم للبحرين وطبعا غير هذه عندنا الكمبنسكي اللي يمكن تم الإعلان عنه مؤخرا اللي راح يتخذ أحد الأبراج كمنطلق لأعماله في البحرين راح يكون في الفندق وراح يكون في الشغافة الفندقية اللي راح تطرح للبيع إن شاء الله قريبا